اجتماع مهم لوزراء خارجية ورؤساء اركان دول التحالف العربي اجتماع يهدف وفقا لوكالة الانباء السعودية لتعزيز التكامل والتنسيق في جميع اعمال التحالف الانسانية والسياسية والعسكرية لضمان السمرارية تحقيق الاهداف المنصومة للتحالف وصولا الى استكمال الحكومة الشرعية بسطى سيادتها على الاراضي كافة في ظل وحدة اليمن الوطنية وسلامته الاقليمية واستقلاله وسيادته الاجتماع الذي جمع بين لسان السياسة وعصى الحرب اجمع المجتمعون فيه على مسئولية ايران عن افشال مساعي السلام وهي نقطة اكدها وزير خارجية المملكة العربية السعودية عادل الجبير في افتتاح الاجتماع اليوم وبنص خطاب الجبير ما كان لهذه الميليشيا الاستمرار في ممارساتها لو لا دعم الراعي الاكبر للارهاب في العالم وهو النظام الايراني الحكومة الشرعية اكدت من جانبها بلسان وزير خارجيتها ان يدها ممدودة للسلام وانها مستعدة للبدء في اجراءات بناء الثقة متما كان الطرف الاخر مستعد للسلام ودع المخلافي المجتمع الدولي الى وضع ايران امام خيارين اما ان تأمر وكلاءها بوقف الحرب والذهاب الى مفاوضات جادة او ان تواجه ضغوطا حقيقية معتبرا ان مشروع طهران في اليمن طائفي يترك العرب اذا باب السياسة مفتوحا امام ميليشيا ايران فيما لو قررت اختيار السلام بدلا عن السلاح لكن مشاركة رؤساء الاركان تحمل رسالة اخرى مفادها ان الذهاب باتجاه خيار ايران في انشاء حزب الله اخر في عمق اليمن وحدود السعودية لن يزيد التحالف الا اصرارا على تحقيق الهدف الاساس الذي من اجله كانت العاصفة استكمال الحكومة الشرعية بسطى سيادتها على الاراضي كافة في ظل وحدة اليمن الوطنية وسلامته الاقليمية واستقلاله وسيادته اشتركوا في القناة